النهاردة بقى هنتكلم على جروبات المامز طبعا اي ام مجرد ما ابنها او بنتها بتدخل المدرسة على طول مباشرة اجباري لازم تلاقي نفسها رايحة في تراك جروب المامز طيب كل مدرسة بتبقى عاملة جروب للكلاس اللي ابنها فيها او بنتها فيها جروب المامز دي بصراحة يعني انا معايا شخصيا لها حكايات ورويات بس انا في الاخر مش اقولوك على تقريبتي الشخصية لكن انا من الناس انا من الناس اللي بتكره جدا الجروب هات دي وكنت ببقى مضطرة ان انا ادخل على الجروب ده في البداية وبنت صغيرة حشان مثلا فيه واجب هي مش ايلال عليه افتح شنطتها اتابع زي ما كل الامهات بتتابع الواجبات والانشيطة اللي بتتاخد في المدرسة فيه مثلا حاجة انا مش فاهمها افتح الكتاب مش فاهمها طب الواجب ده بيتعامل ازاي فاضطر افتح جروب المامز وادخل اكتب يا جماعة النهار ده مثلا واجب الفرنسي مين يعرف ايه اللي هيتعمل يا جماعة الدفور بتاع مثلا الماس مين فبسأل وطبعا الامهات كلها بتساعد بعض وبتدي معلومات ممكن كمان يبقى فيه مثلا مشكلة حصلت في المدرسة وبنتي ما جاتش حكيتلي عليها بقى بدخل كده ارمي كده كلام ايه اللي حصل النهار ده يا جماعة فتلاقي بيرده عليك يعني جروب المامز ده بيبقى عنصر مساعد لأي ام سواء بقى في الانشطة طب الرحلة بكرة فين؟ طب الساعة كام؟ طب يعني اتجمع فين يا مامز؟ يعني الامهات مع بعض كده بيساعدوا بعض هو دايما انا بشوف جروب عليه التيتشر وده بيبقى صارم جدا بتدخل ايه تقول تعليمات والجروب التاني بقى المامز بياخدوا يدوا مع بعض الوجب ده صعب لأ ده سهل لأ بكرة لازم يجيبوا معاهم كذا كل ده كان حلوة قوي وحقيقة كنت بستفيد وكنت بحس ان انا بعرف اتابع اي مشكلة بتحصل لأولا دي مني على جروب المامز لكن من فترة كده لقينا الجروبات دي ابتدت تتحول لعنصر تسويقي انا قاعدة بقى ايه في هوتلاين يعني اللي عايزة بتعمل منتجات معينة بروديكتس معينة بتباحها فبتروح اطاها على جروب المامز اللي بتطبخ اكلها معرفش ايه حلوة طب ايه رأيكم اللي عايز اكل زي ده فاعلانات عن الاكل اللي مثلا عندها طباخة وعايزة سعيدها تشتغل في كذا بيت مثلا فتلاقيها بتسوى للطباخة فجأة انا لقيت محلات لبس اكل ميكاب ما يمنعش عادي خالص شعر ازاي مثلا بنتي شعرها كيرلي فازاي عامل كذا طب ايه رأيكم يا جماعة انا شفت سبامر فانا بقيت ادخل على الجروب بقيت اتوه يعني انا بقيت اتوه فشوية بشوية ابتدوا كرهوني في الجروب المامز خالص ما بقيتش حب ادخل عليها نهائي اللي هو انا هدخل اسأل على الدراسة والواجبات ولا هدخل بقى نبقى اعلانات بقى طب ما الموبايل في ايدي 24 ساعة اعلانات شفنا كتير على الجروبات المامز والمشاكل دي في الدراما عموما في المسلسلات وشوفناها الجسدت في الدراما وفي السينما موضوع زي مثلا فيلم جروب المامز كان فيه فيلم اسمه جروب المامز وكمان كان فيه مسلسل اسمه حكايات جروب المامز لا ما الموضوع تقيل لا موضوع مش خفيف مش خفيف يعني ما يمرش كده مرور الكرام جروب المامز الفيلم ده حتى ان احنا ممكن نلاقي حاجة مفيدة تتحول لمنصة الترويج او اشعاعات يعني حتى الفيلم ده عرض الحتة دي وعرض ان الجروبات دي ازاي تحولت من حاجة لطيفة مفيدة محترمة لمنصة ان انا اقدر اعرض فيها كل حاجة